السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. راح نستغل هذه الفرصة في هذه الفيديو. فيديو مهمة جدا جدا جدا. نحاولوا تبرتجوها المكسيموم لكل الجالية الجزائرية الموجودة عبر العالم. ربي خليكم ربي يحفظك ببرتجو المكسيموم. فيديو مهمة جدا. راح ننخلي لكم واحدة الصفحة تاع الفيسبوك. تاع الاعلامية فريدة اعلامية في المانيا. مديرة الجريدة الجالية. راح نخلي لكم الصفحة التاحة وتدخلوا عندها. رايحة ترفع رسالة الى وزير النقل. وتطلب فيها يعني اراءكم ومطالبكم وانشغالتكم. اه ماذا بكم تبرتجو لهذه الفيديو باش يسمعوها الناس كل باش يشوفوها ويدخلوا للصفحة انتاحها ويخليوا لها كومنتر. الكومنتر هذيك تكتبوا فيه المطالب التابعة تعكم. انا دخلت لها وخليت لها مطلب. تحبوا حتى تدخلوا وتشوفوا المطلب بتاعي اللي خليتوا لها. اه راح ترفع رسالة الى وزير النقل. وان شاء الله تكون في المستوى هذه الرسالة وتكون في يعني يسمعوا لها ويردوا علينا ان شاء الله ويجاوبوا على ما طالبنا. من فضلكم اه خلي لكم هذه الصفحة يعني معروفة هي غنية عند تعريف هذه مجلة الجالية. لدي ما ترفع الانشغالات هي اللي رفعت الانشغالات الاولى في قبل الحدود. وزيت نشرت اه نقلة انشغالة تانية لوزير النقل والوزير الاول. والاااااا والمسؤولين في الدولة. اه هذه هي الصفحة التحار اخواني اخواتي. شوفوا الاسم التحامليح. ادخلوا لها وديروا الهاجان وخليوا لها تعليق. خلت لكم قلت لكم اه اه سانشروا لكم بعض قليل رسالتي باسمنا جميعا نحن أبناء الجالية إلى السيد وزير النقل ما هي مطالبكم انتو ما تدخلوا لصفحة التاحة وتخليوا لها كل واحد المطلب أكيد المطالب التاعنا راح تتشابه ولكن قدما نكثروا المطالب قدما يشوفوا لهذه الرسالة وقدما يعطيوا لها إجابة إجابة إيجابية كما نقوله فلا إخواني أخواتي هذا وش حبيت أن نوصل لكم هاذا وين حطتها صافيين راكم تشوفوا فيها وبرك الله فيكم وبرتجوا الفيديو لحبابكم وصحابكم والجالية الجزائرية كامين في كل الدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته